السلام لبنات كاراكم دايري ناكو غاية لاباس انتمنا تكونوا كامل بخير نبدأوا الفيديو تاعنا بالصلاة والسلام على رسول الله هنتي لعجبك الفيديو ديري ليجام وكمونتر شباب نرحب بالمشتركات جدد لانضموا القناة نقول لكم مرحبا بكم حبيباتي نورتوني وشرفتوني في قناتي والمشتركات الوافيات نقول لكم الدارداركم والقناة قناتكم مرحبا بكم تاني انتم حبيباتي اليوم جبت لكم شربان تاع تليتلي جبزة فبنينة جوشابة هديش عل ما درتهاش اليوم كي درتها قلت نشاركوا معاكم الفيديو هاد الوصفة كالي بغي يديرها الهنايا كما راكو تشوفو مدرسة هلا في كي قطالة والو درس غايفة مرميطة كما راكو تشوفو جبت الهنايا شوية جيج مرسو تع الجيج اللي يكون عندك وشوية تاع البصلة وقليتهم مليح مليح مع شوية تاع الزيت كي تقللوا اللي مليح مليح درت حبة طوامة عشق سنتها على زوج وزوج حبة زرودية وزوج سنينة تاع الثوم نديروهم كما راهم باش مبعد نطحنوا كل شي نقليهم تاني مليح مليح نقصوا النار ونقليهم مليح 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 مدامك تقلي في الصوالحن تاعك في الخضرن تاعك والمرقات تاع كلها الشوربة تجي بنينة كما راكو تشوفو دايما ان نبلع عليها ونروح نخدم نصوها الحي ونعاود نولي المهم تكون يمنقص النار باش ما سنحرك لكش باش هذيك البصلة كون سنحرك المرقة تاعك تجي مرة اللي هنا يدرت شوية تاع الملح وعاود قليتهم حركتهم هاكا شوية ومن بعد دو كون مرقوا المرقوا بالما سخون دايما نقولكم دايما يكون سخون كيتمرقوا به هو تاني يعني يخلي لكم المرقة تاعكم ولها الشوربة تاعكم مبنينا خير من البارد يعني تحبسوا الطهية تاع الخضرات تاعكم تعاود تولي الطيب من جديد يعني مدابيكم من الاول تمرقوا بالما سخون اللي هنا مرقتهم وخليتهم طابوا وطحنتهم كما كنتشوفوا طحنت قاعد دي كل خضراء خلي صغير جيش كل شي طحنته ما طحنتهم من هذيك الرحانت عبكرين ما تديروش بالبراميكسر يعني غير حريران اللي يديروها بالبراميكسر باش المرقة تاعنا تجي تقيلة اللي هنا يا مدابينا المرقة تاعنا تجي شوية خفيفة اللي هنا كما كنتشوفوا درت تلي تلي تاعي كي حتى المرقة تاعكم تقلي عادة ارميو تلي تلي تاعكم يعني ماشي باكي تكون باردة تصرمعوها تتعجن لكم تقعد لكم لتحت الاسقل ونحركوها هكا باش ما تتعجنش ونغطيوها ووراها النار ناقصة وكل خطرا نولي نحركها يعني نتخليوها شو تمشيو باش ما تتعجن لكمش كي ما راكوا تشوفو بعد نديرو دروك الاضافات اللي غادي نديروهم باش الشربة تاعنا تجي بززاف بنينة اللي هنا يدرت السنينة تاع التوم رابيتها ما بغدش نكتر خاطر دايجا في اللول قدرنا نزو السنينات يعني باش ما تجيش المرقة تاعنا فيها بنا ستتوم بزاف ونحركوها باش الدوب النقاع فنها ديك المرقة كي ما راكوا تشوفو ومبادل هنا اتفكرت الحمص مزية كان طايب كديرتها في الكونجيلاتير هنا دايما من الحمص نطيبها نطيبها ونطيبها 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 في الكونجيلاتير كيها كان ننسى في اخر دقيقة نطيبها انتي لما كاش عندك طايب من اللول انص بيبي في اللول كي تكون طايبة في الخضرات تاعك دير الحمص من بعد لها درتي زيبيت اتفكرت شوية على الكمون شوية على الفلفل اسود وثاني شوية على اسكنجبير دايما يوالمهاكا شوربك وتركتكون طايبة بالجاج يجيب بزاف شباب معاه وشوية على الكوركم ثاني الكوركم يجي شباب ويمد النالون شباب وثاني كوا عارفين بلي الكوركم صحي وثاني نديرو شوية على سلحانوت هو اللي يمدن البنة يعني الشابة للشوربان تاعنا اي شوربا ديرولها عارف الحانوت هو اللي يجي فيه بني ولانا يبغت ندير كا اضافة شوية جونبو مام راني دير الدجاج بصح بغت ندير هذيك الاضافة تاع جونبو يزيدها بني على بنا يعني تقدقا ما ديروش دجاج ديرو غايب جونبو جي بزاف بنينا انا ما نطيبش بزاف بجونبو بصحة الشوربا ولا البركوكس نبغي ندفلهم جونبو نحركو كما هكا بش هذوك اللي يزيد بيسمي ديرو نشتاك التولات نحركوهم الليحم الليحم على المرقة المرقة ومبعد نغطيوها ونخليو هذي تكمل طيابها نضروك ثاني نعود نشوفوها خطر على خطر نقابلوها نضروك فالتالي ان ندير شوية تعقص برمطحون كديرتها في كونجيلاتور الثاني مدلها بنا شابة ما بغش نديرها في اللول باش ما تمشيش البنا نتاعه حتى قربت الطيب للشوربا تاعي وقدت قطتها فالتالي يجيب بزاف بنينا هذي الشوربا تاعي شوفوك يجات عاقدة وملبيو جات بزاف بنينا نجيب بزاف شابة مع الحمص مع تفتوها هذك الجاج نجيب بزاف شابة رفقتها بشوية امتاع يعني خيارة وطماطعش تسلطة عادية وشوية تعباططة فيطها في الموقلي تحمرتها ودرسها على صوص والله هما قدمها نعمة وحفظها من الزوال هذي هي الشوربا تاعي كالي بغها هي خفيفة بزاف يعني ما تكترش تليتلي انا بغها بنها الطريقة تكون عاقدة يعني كي مرز تكون شابة هذا هو الفيديو تعالي ومتمنى يعجبكم تخليوا ليراكم في التعليقات وإلى اللقاء إلى فيديو آخر مع السلامة شكرا شكرا